اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن مملكة البحرين تواصل نهجها الذي يؤكد بأنها رمز للمحبة والتعايش والتأخي من خلال المبادرات التي ترسخ هذه القيم وتعلي من ثقافة التسامح لأعمى السلام أرجاء العالم وذلك وفقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا ولفت اسموه إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها قدسة البابا فرانسيس بابا الفاتكان لمملكة البحرين بدعوة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم جاء ذلك لدى لقاء اسموه بحلبة البحرين الدولية اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين عددا من منتسب وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الإعلام والجهة الحكومية والفرقة الطوعية المعنية التي ساهمت في نجاح الجهود التنظيمية لزيارة قدسة بابا الفاتكان والفعاليات المصاحبة لها حيث نقل اسموه لهم شكر وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما بذلوه من جهود تنظيمية موفقة خلال زيارة قدسة بابا الفاتكان كما وجه اسموه بهذه المناسبة تحية شكر وتقدير للشميع وقال اسموه إن أبناء البحرين يواصلون بذل العطاء وتحقيق النجاح في مختلف الميادين بما لديهم من شغاف لأن يكون التمييز عنوانا دائما لعملهم منويها سموه بقيم المحبة والتعايش الإنساني المترسخة في المجتمع والتي شكلت على مر العصور عناصر تمييز لمجتمع البحريني وأشر سموه إلى أن أبناء مملكة البحرين ضمن أفريق البحرين يواصلون تقديم النموذج الأسمى والأجمل في البذل والعطاء والتمييز من أجل هذا الوطن من خلال ما قدموه من أعمال تبعث على الفخر والاعتزاز وتؤكد بأنهم دائما توقون لكل ما من شأنه أن يرسخ مكانة وطنهم في مختلف الميادين ويؤكد قيمه الإنسانية والحضارية وقدرته على احتضان كبرى الفعاليات العالمية وضمان أن يكون النجاح والتمييز حليفا لهم وقد أعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما تفطل به سموه من إشادة تشكل الحافز لهم لمزيد من البذل والعطاء مؤكدين الحرص على بذل كافة الجهود من أجل رفعته الوطن وتقدمه